من مبادئ العقيدة الإسلامية أن الله وحده الأزلي أي الذي لا بداية لوجوده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره ومعنى الحديث أنه أزلي أي لا ابتداء لوجوده كان الله وحده موجودا ليس معه غيره لا ماء ولا هواء ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا زمان ولا مكان ولا جهات لا شريك له تعالى في الأزلية فإن الله هو الخالق وكل ما سواه مخلوق هو تعالى خلق كل شيء أي أخرج جميع الكائنات من العدم إلى الوجود هذا معنى الخلق الذي من أطلقه على غير الله أشرك قال تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهى وهنا يجدر التحذير من قول بعض الناس أخلق لي كذا كما خلقك الله فإنه من الكفر الصريح لأنه يعارض القرآن فإن كل ما دخل في الوجود من الأجسام وحركاتها وسكلاتها وسائر صفاتها والنوايا والخواطر فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله وإن أول مخلوقات الله الماء ويدل على ذلك الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان إن الله خلق كل شيء من الماء فالماء أصل المخلوقات وبوجود الماء وجد المكان والزمان وهذا الماء الأول صفاته فيه اختلاف عن الماء الذي نعرفه ولا يزال يوجد منه تحت العرش قال تعالى وكان عرشه على الماء والعرش الذي هو سقف الجنة ثاني المخلوقات بعد الماء ثم خلق الله القلم الأعلى واللوح المحفوظ وهما جسمان عظيمان علويان ليسا كأقلامنا وألواحنا وقد أمر الله القلم أن يجري على اللوح المحفوظ فجرى بقدرة الله وسترى في اللوح المحفوظ كل ما سيكون في العالم إلى نهاية الدنيا وبعد خلق الماء والعرش والقلم واللوح بخمسين ألف سنة خلقت السماوات والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد قال الله تعالى أي لم يمسنا في ذلك علاء فإن ربنا عز وجل يستحيل عليه التعب وسائر صفات النقصان سبحانه جل عن مشابهة المخلوق بأي وجه من الوجوه فإن قيل لما خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ولم يخلقها في أقل من ذلك فالجواب أن يقال ليعلمنا التأني في الأمور ثم بعد ذلك خلق الله الجن والملائكة وسائر أجناس المخلوقات قبل أن يخلق آدم عليه السلام الذي كان أول البشر وأول الأنبياء خلقه الله من طين وخلق زوجته حواء من ضلعه أيسر والله عز وجل هو خالقنا وخالق أعمالنا ما كان منها خيرا وما كان منها شرا قال تعالى والله خالقكم وما تعملون فالعبد لا يخلق شيئا من أفعاله إنما الله خالق كل شيء والله خالق الأسباب وما ينتج عنها من مسببات فالدواء سبب للشفاء وليس خالقا له إنما الله هو من يخلق الشفاء كما ورد في القرآن الكريم وإذا مردت فهو يشفين ولا شك أنه سبحانه قادر أن يشفي المريض بدون دواء وإنما يتعاطى الدواء أخذا بالأسباب والخلق كله لله والله كذلك خالق الإشباع في الطعام إذا أشبع وخالق الإحراق في النار إذا أحرقت وخالق القطع في السكين إذا قطعت سبحانه وتعالى لا خالق سواه قال تعالى هل من خالق غير الله وهذا استفهام لله معناه أنه لا خالق إلا الله